احنا في صباح الخير يا مصر عندنا فقرة اسبوعية بنتكلم فيها عن تربية اولادنا هناش النهاردة موضوع مهم جدا لازم كل اب وكل ام يدقوا فيه كويس جدا تعمل ايه الام ويعمل ايه الاب لو اكتشفوا ان ابنهم بينتهج سلوك عدواني ودايما طريقته في الحوار واخدى طبع العنف ازاي هنا نتدخل لتقويم سلوك ايه المنهج التربوي كمان اللي ممكن نستخدمه عشان نحقق معادلة انضباط في تربيته هل فيه طرق علمية وطبية مبتكرة تقدر تخلي هذا طفل او المراهق هي تعافئة اسئلة كتير هجاوبنا عليها النهاردة ضفنا الدكتور ايهاب محمد عيد استاذ الصحة العامة والطب السلوكي ورئيس قسم الدراسات طبية بكلية الدراسات العليا للطفول صلاح خير عليك دكتور اهلا مستد محمد يا اهلا بحضرتك منورف امتى انا اكتشف ان الطفل عدواني بيخلينا نرجع فعلا نعمل فلاشباك لطرق يتنشئتنا احنا الابنائنا في البيت بصرف النظر كمال على الضغوط اللي علينا انا انا عايز نتفع على حاجة انا اكيد الضغوط على الاسرة بتخليهم نفسهم ينعكس شوية في تصرفاتهم بس العيل منهاش دعوا بالكلام ده المفروض انت جبتني خلفتني مش عشان تطلع ضغوطك علي يا رب بيكون في مشاكل وسريع بيحصل في كل مكان علينا ضغوط من اي نوع لكن انا كطفل جاي اسعد بالحياة والعب فالنهار ده الموقف الحالي اللي انا شايفه في حالة انا بكلم على جيل الاطفال الصغارين والمراهقين لا مليانين طاقة سلبية برغم انهم بيبتسموا او بيلعبوا لكن فيه تكنيكس بقى علشان نخليهم يفنتليت يطلع الطاقة السلبية دي وتخطيط صح عشان ما تبقاش خنبلة موقتها في المستقبل طيب دكتور ماشخيني توقف مع حضرتك قبل ما نروح للنقطة اللي ازاي نقدر نتخلص من الطاقة ونخرج الطاقة السلبية منهم بجانب فكرة ممكن نقول مشاكل الاسرية او ظروف الاسرية اللي ممكن تولد عندهم طاقة سلبية هل في اسباب اخرى انه يبقى عندهم طاقة سلبية يعني هل سوشال ميديا هل في حاجة ليه علاقة بالمدرسة في اسباب تانية بصي بصي استاذ جمانة مهودات داخل انا بدخله ضمن الهيكل بتاع برضو الاسرة يعني حتى السوشال ميديا دي اللي هي خلينا حاجب من يعني مش حرتبهم بس حاجب في الحتة دي اقول ايه احنا يا سيد محمد مسؤولين عن المؤسسات والحاجات اللي بيتطالع ايها اولادنا يعني لازم يكون في شواء التخطيط يعني المؤسسات دي يعني المدرسة اللي هواديها له النادي اللي بواديهوله اللعبة اللي بيمارسها الميديا اللي تحت ايده كل دي على فكرة مش جاي كده هبهزرد مش احنا ماشيين في الشهر نلاقي موبايل جميل طب خد يا حبيبي نلاقي انستجرام طب يلا خش يا حبيبي مدرسة دي جميلة طب يلا يا حبيبي عشوائية اه عشوائية لا موطلس يكون فيه تخطيط واللي جابنا ورا في الحتة دي هو عدم التخطيط طيب نمرت واحد خلينا بس نقول ايه احنا وظيفنا ايه الاول احنا مش عارفين احنا وظيفنا التوصيف الوظيفة ايه انا كاب دايما تسمع تلاقي تلات حاجات نطو كده على السطح الصرف يا فندم المذاكرة يا فندم الطبيخ والنظافة يا فندم خالص دي حاجات مرهاش دعو بيك الطبيخ للطباخ الصرف للصرف المذاكرة للمدارس او من انها بتاع ايه اخد بالك انت نمرت واحد بتاع حاجة اسمها ضمان توصيل التقبل علشان مش كل العلمش لاقي تقبل خد بالحظة الميديا دلوقتي هي الحاجة الوحيدة اللي بتتقبلك بتكلم مدرسك مش متقبلك بتكلم الكابتن بتاعك مش عارف يعني هو نفسه طهان فمش متقبلك على فكرة احنا عشان ننمو كاطفال محتاجين تقبل فنمرت واحد وظيفتي ضمان توصيل انت لما تقبل باباك ومامتك اصلا بيبينو لك انهما الى حد ما نتيجة لمذكرتك او بتا مش متقبلينك ازعلانين منك فدي اقول وظيفة تاني وظيفة الحب والحنين والشعور بالامان الحب والضم اه احتواء كمان بالبادي لانجوش ابوسك طب طب عليك يا زجزاج حاجة التالتة الفقة في النفس الحاجة الرابعة ادور على نقطة قوتك فين الحاجة اللي بعد كده اتدلع ولا ان الدلع واللعب يا جماعة زي الورد القرآني لازم يكون لك يومين اذا كنتش انت اصلا كشخص فني طول النهار حالتك بقعب تتحك وتهرج مع طفلك فلياكل لك ساعة في اليوم ساعة في اليوم نقعد نهرج ونلعب مش لهدف معين يعني مع القصد صبق الاسراء والطرسل احنا نقعد نلعب ده هيفنتليت ويطلع اساسا طاقة سلبية عظيم جدا طيب انا عرف منين برضو ان الطفل ده عدواني مش تصرفات عادية يعني هل في عنف في عنف مقبول مثلا من الطفل بص ما اقول حاجة حاجة هو انت لما بتلاقي طبيعا يعني في نسبة صحية لازم تكون شوية طفل يعني هو بيجرب زي اي قطة بطة عصفورة صغيرة في الاول هتلاقي بتهبش كده لانها لسه مش متضربة صح لكن طبعا لو الامور افورت واسهى بمقاييس علمية المتخصصين من السلوكين او الاطباء حيبدأ يقولك لأ ممكن يكون في حاجة جيناتك يعني ممكن يكون انا من غير مقاهلي انا في حتة تانية خدوني ومش بقعد مقاهلي بس انا طالق فانا اجريسف شوية دي حتة جيناتك فيه اباء وامهات وارسين عنهم حتة الاجريسن شوية في دمهم في جيناتهم لكن غالبا الظروف البيئية بتساعد طب ايه اعراض ده يعني ان انا هراقي الطفل مثلا اندفاعي بشكل اوفر وبشكل الى حد ما وصل لزيادة عن الحد طبيعي صوته تصرفاته كده يعني فهنا بابدأ اقول ده لا ده كده اوفر ده انا روح بيه للطبيب لما تحسن الهمور اكتر من طبيعي وشاهد اكتر من شاهد ناس بزورهم على بتاع ايه الولد ده ليه اوفر كده لا هنا بقى هاخد الجمل دي مش هازع الولد هاخف ولا هلا بس اروح بيه حد المتخص يقول لي يحطه على الميزان بقى بتاع السلوك اوه كده دكتور طبيعي ولا كده اوفر بس في ناس يا دكتور ممكن مثلا يقولك اصله غيران يعني مثلا لو عنف مثلا من الطفل الاخو صغير ولا حاجة لا ده غيران لا اصله هو تعصب شوية اصله هو عصبي شويتين زيادة انت عارفة برضو جمبانة انت بتفكرين بحتة برضو في طريقة الكلام بتاعت البيرنس هما المفروض الدكتور هو قعد واخر عائل البيرنس بيقول له ده عصبي ده مفروض انا اقول امين لا احنا ده كده لا في حاجة يسميها الاندكس بيشن يعني اللي هو المفروض طالما كتبوا بره في الورقة الاسم المريض واحد اتنين تارت اخش انا اقول امين تعالوا بقى النقش لا امين اللي قال ان البرنس مش مريض مريض من ناحية العنف يضربوا يعني عندنا بقى العكس الستة الجوب ديسكريبشن الستة الموبقات ايه الستة اللي لما تعملهم تشحن الودو تخليه عنيف الضرب الزعي الشتيمة المستمرة او الالقاب يعني النقد طول النهار لبسك شعرك فريد كلامك قادر مش حالف ايه تهديد المستمر والمقارنة دول الستة الموبقات ان انا اقار زي ما جاءوا منك بتكلم حتة المقارنة احنا بنقول غيرة انا بس ابيها عملة زي اتواجهين الناس داخلين يقولوا لك انت كدكتور سابوز انك تقول بيقول لك غيرة فانا اقول امين لأ طبعا انت لو قلبت بتاع الوجه الاخر ودخلت الطفل وكلام اقول لك بمفرقين بيفرقوا بيني يا دكتور اصدق مين انا غالبا انا بصدق الطفل مش البرد وانت بتبقى مش وقت بالك على فكرة تقولي ده والله العزيم يا دكتور ده كل موارد الاسرة موجهه له عشان كل موارد الاسرة انت حاسس دايما انك ظالم التاني ودايما الحب ده يعني على فكرة انت كقلب ملك لأحد ابنائك مش حرام يعني انت مش لازم تكون متسوي في الحب جوه اللي هتتحاسب عليه اللي برا الشاشة الجوارح بوس اكتر طب طب اكتر ابتسام اكتر العين الجوه مخه فيه آلتين حاسبتين كده واحدة بتحسب لو زي كاميرا كده بتصورك طول الاسبوع لو فرغتها تشوف انت بتاه انت لو لو فرغت الكاميرا وشفت طريقتك في الكلام مع واحد منه هتلاقي دايما انت عم بتمتقده حاسب شيل حط انت بتقوله انا ما عملش عقل لا انت بتعمل انت مش اخب بالك فهو عنده آلة حاسبة بتحسب لك تصرفاتك دي من صباح الخير لحد تصبح على خير ايه اللي بتقوله كلام سلبي ايجابي واطلع باستنتاج ماما متحبنيش او بابا بيحبني دا استنتاج فطري فنتيج دا يبقى عنيف دا كده هيبقى عنيف واذا كانش عنيف لبرا هيبقى عنيف لجوه انتروفرتد يعني ايه يعني بص تلاقي زي امبارح مثلا طفل موسوس خمية مرة غسيل بنكلم في ثمان سنين ماما ما تلمسينيش يخسل ايد ممكن يبقى مؤذي لنفسه كمان ممكن يبقى ايزاء داخلي اه عندنا بقى سيلف هارم بقى ممكن توصل السيلف هارم دا انتشر كتير حاجات بقى الاعراض الساكسوماتية نفس جسمية ما اقولك كنال الطاقة السربية داخلها الجوه برجع كتير بأسل كتير حرارتي مش حاف عالية عندي رعشة بدوخ كتير فاخده للدكتور الاطفال يقعد يكشف عليه وقال لي مفيش حاجة دا يروح لنفسي نفسي بقى كل التحاليل اثبت انه كويس فالإكستروفرت انه هو يبدأ يضرب في اخواته يبدأ يكسر في حاجات يبدأ يشخبط لك في مش عارف ايه فانت تقول انت باد مخرب لو مش مخرب هو بطلع الطاقة السلبية اللي جواه اللي سيادتك جزء منها عشان ما رأت تبتليش الدنيا صح دخلتني كل بقى مش جزء هو الحاجة ده هما كل حاجة يعني ده اللي انا بقوله فانا كله نابع من الاسرة حتة المؤسسات دي انا دخلتك مدرس الطريقة اللي بدخل احلى مدرسة جميلة غالية تمام بس المدرسة دي لا تناسبه يعني انت عندك طفل حركي وعندك طفل ساكم غالبا كده مفيش حد بيخلف عيالي زي بعض ابدا لازم يكونوا ازاي صعوبة ايه فروح تمدخل اللي اتنين في مدرسة واحدة المدرسة الواحدة دي ملائمة اكتر للساكنين حاجات بريتش سيستم بقى جيرمان سيستم حاجات كده شوية ستريكت فالوضع الحركي ده مش هيمشي والبتة هتمشي اللي هي الساكنة فقول بقى البتة شاطرة لا هي مش شاطرة ولا حاجة انت دخل هو بس الحظ ان البنت كانت ماتشنج مع سيستم المدرسة عشان كده هتستغرب ابا اقولك ايه فرقوا بينهم في المدارس وكل لو انت عايز يعني طلع نجوم مش هكاية ندخل وخلاص وزي ما ابا يقول يا بنا برضي ضمير لازم دايع لجني لا مش هكاية كده ده كده منتهى الظلم لا انت بدخل الوضع الحركي مدرسة عاملة كده زي الامريكان سيستم تسمح له بالحركة والبنت الساكنة تخش مش عارف البيتش سيستم او الازهاري مثلا الازهاري عايز حد مش بتحرك كتير فالعملية بقى فيها تخطيط مش كده يعني طيب دكتور ايهابو حددك بتقول دلوقتي انه لما بيجي لك اب وام ومعهم طفل اللي هما بيشتكوا من حاجة وهو بيروح قالب الدنيا عليهم فحددك بتصدق الطفل ده في حالة ان الطفل بيعرف تكلم وبيعرف شرح اللي بواه اه وساعات فقال ما بيعرفش ودي بقى برضو تركتنا احنا برضو يعني النهاردة اعرف منين الطفل ده محطوط في سترس كرونيك سترس او يعني توتر مزمن عندنا لما في التابلوب بتبين ان الطفل ده سترس حتى لو اهله ما قالوش مصة اصابع قدم اظافر كتير احلام مفزعة كدب سرق خوف تبور تبرز عدد جنسية غريبة بربشة وسوسة تهتها جز على السنان ايال بتجز ايال تاكل كتير فتتخم كتر الاكتئاب ايال ما تاكلش خالص فترفع خالص كل دي مش امراض كل دي اعراض لحاجة واحدة الطفل ده متوتر فببدأ ابصه على الاب وابصه عن مؤسسات اللي هو لان انت ممكن تلاقي التعايل ده مؤسسة مدرسة بتعمله سترس ومحطوط في سنة اعلى من قدرته مش من زكاءه لا يكلف الله نفسا إلا وساعة ممكن طريقة ان احنا بتخش انا يعني نفسي اقول كلام ده الوزارات في العالم كله طريقة دخولنا بالسجل المدن انت موليد كذا تخش سنة رامعة موليد كذا تخش سنة ثالثة ده كده انا بعمل رخصة لا العيل ممكن بقى نفس السن واحد يخش السنة واحد يخش سنة ثانية اللود على ده كتير مش العالم ازاي بعضها فمؤسسة فيها سترس وارجع البيت تراقي ماما مش عاجبها وبابا بيزع ده غير بقى مشاكل الاسرية اصلا كل دي تحميلات فتبص لقى الطفل في لحظة عامل زي القنبلة الموقوتة تيجي انت بقى تتفرج لما يكبروا في الموراة تبص تلاقى بقى تسمع بقى الحاجة اللي ايه بلقى رعا عنها اللي مش ظريفة دي ولك الواد ده اجريسي لا هو الواد ده اتعبى ده خير بقى ده وقت يظهر اتربى ازاي اه يعني فالعملية عايزة ان البرنس يعني احنا مشكلتنا انحنا بنخلف بنخلف با ديفولت كده عايزة نتجوز فالما نتجوز نتخلف ولما نتخلف من ربيهم ونسلف عليهم لا هي القصة مش كده خالص عايزة تطلع فنانين عايزة تطلع نجوم لا الموضوع مش ماشي كده الموضوع عايز خطة ومدرسة ايه والسنة تنفع وروق وفيه ناس تقعد يا فان دماءات مصريين خمس مرات عشان نختار مدرسة تناسبه دي ناس بتخطط مهم فالدكتور يبكيح احنا نتكلم كلمت في نقطة القصوى شوي او عدم الاهتمام بمشارة طفلة على العكس بقى على الجانب الاخر في بعض الامهات او بعض الاباء بيفرطوا في الحنان الحنان ويبلغوا في ان هما يدللوا اطفالهم فبالتالي في اطفال بتطلع اولا مدللها بتفتت بتفتت بالزبط اه خد بالك هل ده برضو ممكن يسبب عدوانية اه طبعا وخد بالك برضو في حاجة اسمها الاودانية السلبية يعني ان انا وانا بأفور بميلي على دي بختفي من حياة ده تقريبا فده بيبدأ يتميلي طاقة سلبية وده بيخلي الالاقة بينهم اصلا وحشة الاية بتاعت سيدنا يوسف لا يوسف واحبه الاخينا منا ونحن عصبة اننا ابان اللي فيه ضلال مبين هنا القب هنا يعني التاني هشعر بالظلم واللي بيتحبه ويتباسه ويتشال ويستخدمه ده هو اخد بالك برضو كفطرة هو عارف ان ده مش طبيعي هو فرحان ومتبغدد وقعد على حجر بابا هو بيعمل كده بس هو حاس ان في حاجة مش طبيعية لا ده حيطلع طبيعي ولا ده حيطلع طبيعي وده هيبدأ يستخدم اسلوب بلطجة لانه بحيس البنوتة الصغيرة اللي هي الصغر من الواد الكبير اللي سايبينه هي عارفة انها بتتحب قوي تبدأ بقى في لحظات تقول اه هجيب لك بابا اه فعلا بابا يجي يقوله عملت لها ايه والواد ما عملتش حاجة الواد بيصاب بحالة تابله والله ما يروح اذا كانش يضرب اذا كانش يزعله دي بعد شوية هتبقى سوسة طول النهار تعمل حارف فلا دي كويسة ولا ده كويس وانت اللي ظالم وحتتتحاسد انت ما ما بدتش نفسك فرصة تفكر مين اللي غلطاني الواد ده دايما انت جاي عليه لا انتجل ان هو حبيب سازك مش عارفي عبر هي بقى عندها مهارات التعبير مع انها اصغر منه وزكية شوية زكية اجتماعيا شوية فالنتيجة انت تبص لقي بعد شوية بقى المحاصلة ان الواد جاي عامل كده وماليان كر وشاعر بان بابا ومامته امكان فهيات صغيرة فيبدأ السؤال بقى ليه بيين لي انا سبنا بقى على متى المصد اصابع تبص لقي فيه مرحلة اعلى من كده بقى فيه حاجة اسمها يسلم الاكتئاب في الاطفال بيبدأ بيسلمة اللي هو ماما انت بتحبيني ده الوقت بيقول كده دي معناها ايه اونا تسمع الكلمة دي تشاكل معناها ان انت انت وصلت ابنك لبداية الشك في ان انت بتحبه اصلا لا لا انت بتحبيني السلمة اللي بعدها ما بقىش سؤال انتوا ما تحبونيش انتوا بتحبوا مرة اكتر مني انا ما بحبهاش السلمة اللي بعدها يا رب اموت عشانسته الحاجة اسمها سلم الاكتئاب ده نهايته ايه النهايته مش حلو اخر سلمة مش ضريفة خالص اللي يا فندم خليه ما السادة محمد اقول اللي انت بتقرح على الجرية دلوقتي وتسمع مش عارف ونها النط ايه وحصل قتل ايه منشان تحرك شاف في الظواهر دي انت فاكر حاجة دي سببها ايه من اول خالص ما تجيش تقولي النهاردة ان واحد قتل واحدة ولا مش عارف حصل ايه علشان بس كده لا 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 ده من الاول خالص ده ده ترفض من بابا انت ممكن تبقى قعد في بيتك بتاكل وباباك بيصرف عليه بس هو رفضك انت حاسن هو رفضك فبتلاقي البنت اللي انت بتحبها دي مالجأك لما ترفضك يبقى ده اتقفلت الحياة خلاص في وشك وضي دكتور الموضوع ما لوش علاقة فعلا بمستوى اجتماعي ولا لدي علاقة بفلوس ولا بصرف المشاعر ببلاش كل دي جمانة risk factors لكن الموضوع الاساسي انت ملتني انت ملتني طاقة سلبية وحتتتحاسب على ده الولد اللي هو الله يرحمه بقى الانتحر وقالك مش عايز بابا يحضر الجنفة كده ايه ده باباك البيولوجي اللي هو خلفك سعب بقى بيبقى فيه parent يعني حد تطلق وجاوز حد تاني وانا بشوف دودة بشوف الأم العادلة اللي هي مرات الأب وبشوف الأم المفترية مرات الأب برضو عندي بنوتة كده حرامي يعني بتقولك الست تضربها وتقولها انت مامتك انت عامل زي ما تكوني مراته التاني انت فاكرة نفسك ايه والأب ضعيف مش هايز يزعى لزوجة الجديدة فبييجي على بنته طاقة سلبية حرام طيب دكتور عشان هلوقت للأسف يعني بيخلص من لما انه بوضوعه محتاج نتكلم أكثر من كده بس عايز عارف منك للوقتي طفل شخص أو مرهق شخص على انه عنده عدف تمام وعدواني بصي أستاذا اتعامل معيز زي فانا عندي يعني من الحاجات مجرد التايتل زيان نعمل حاجة اسمها فاميلي ترابي اذا عندك الشجاعة الأدبية انك تيجي انت كأب وكأم وتعد تسمع اتهامات وتعترف وبيحصل وبيقول لي خلاص ويبطل ماشي وفي ناس بيقوم انفصلين ويجي وعودوا لحد عندي لحد الدواء يعني سعب بدي الطفل حاجة بس الناس اصدام بيقولك الوقت كذا فانا انا المفترض انا اقول امين واروح مدي الوقت دواء يهديه يخمده لا طبعا اذا اسمه مسكن ومش هدر الطفل انا فالميكانزمات اللي عليك تتراوح ما بين اصلاح الاسرة الاول واللي في مخه مهندس عظيم رجل اعمال فاضية خلى ابنه عايز يقتل لحد تعديل السلوك للاطفال اللي هم يا حرام اتعرضوا لشحن مزمن ولطقس البيع مزمنة طبع تفك عندنا حاجة اسمها يوجا تنفيذية للاطفال بحيث يطلع عقول الطاقة السلبية لجوا لحد برضو مؤقتا لحد ما يخف بتديره فعلا حاجة تهدي حاجة بسيطة للاطفال ان شاء الله دروبس كده خلي الطفل كول شوية لان الطفل خلاص نفسه لان على فكرة احد طرق الالاج ان هو اسيبه يكسر في حاجات الطاقة هتطلع هتطلع صحيح اذا يا دكتور ما نشهده من عنف وزي ما احنا متابعين بالتأكيد على سوشيال ميديا الجرائم اللي حصرت خلال الفترة الاخيرة سببها في الاساس انك ما احتوتش ابنك او بنتك ما تبطبتش عليه وهو صغير ما ديتوش من حنان الاب وحنان الام ما قادرتش تقعد معي وتديله جزء من وقتك على مدار اليوم يعني الدكتور كان بيتكلم فيه على الاقل اليوم 24 ساعة ساعة واحدة بس تديها لابنك او بنتك هتفرق وحافظوا على علالك لان انتوا مسؤولين عنهم وهتتحذبوا عليهم كمان عند ربنا شكرا جزيلا فان بشرفتنا ونوطنا دكتور ايهاب محمد عيد استاذ صحة العامة والطب السلوكي ورئيس قسم الدراسات الطبية بكلية الدراسات العليا للطفولة شكرا جزيلا لك فان مشاهدين افكاد تكون خلصت حلقتنا النهاردة كنا مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات انا جمانة ماهر بوها محمد الشازلي ايضا زبالتنا العزيزة مننا الشرقاوي ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكرة نفس المعد شكرا لك يا جمانة بنشكر حضراتكم على المتابعة وصباحكم زي الفل